نواب البرلمان بالكويت الجهلة بعد الذي نحن أثرناه أرادوا أن يسنوا قانونا وافقوا عليه في مداولتين في البرلمان ووافقت عليه الحكومة أيضا قبل عشر سنوات تقريبا أو تسع أو ثمان ينص هذا القانون تخيلوا على إعدام إعدام من يمس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يعني حتى لو تكلم لك على واحد طرطور منهم مثل أبو الدرداء مثلا أو المغيرة ابن شعبة مثلا ممنوع تحطيل للعقل سد لباب البحث العلمي تماما ويريدون إعدام الناس في آخر لحظة أمير الكويت هذا اللي راح الهالك هذا صباح الأحمد رده في آخر لحظة وضجوا جراء ذلك وحقدوا عليه جراء ذلك ولذلك حاولوا أن يثوروا عليه فيما بعد عملوا لذلك أعمالا كانوا يكرهوا لهذا السبب هذه أحد الأسباب الرئيسية يقولون هذا شبي جاي يحامي عن الرافضة مو يحامي عن الرافضة لكن أنتم تقودون هذه البلاد تقودونها إلى الدمار بهذه الطريقة تسل سيف الإعدام على من يناقش في أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الله أكبر أي حكم هذا الإعدام لمن يسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يا أخي خليسي أنت شعلك عند دليل عند برهان ناقشه بين أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ليس كأمر النبي وأهل البيت والقرآن وكتاب الله عز وجل هذه ثوابت تساوي بين هؤلاء الذين هذا حالهم كما مر معنا يعني إذا قلت من يسيء إليهم يا أخي في كل صحاحكم إساءات لهم هم يشهدون على أنفسهم بالنفاق هم طعنوا فيما طعن بعضهم على بعض كفر بعضهم بعضا حارب بعضهم بعضا لماذا ترفعونهم فوق أقدارهم الطبيعية الواقعية البشرية لماذا؟ هذا جنون هذا السفه هذا تعصب أعمى أما والله لو كنا نرى منكم مثلا أنكم أناس تتبعون العلم تتبعون الحقائق الأدلة البراهين فتناقشون تقولوا نعم نحن نختلف معكم طيب أنتم ذهبتم إلى أن عمر مثلا مجروح ليس أهلا للثقة ليس بعادل نحن ذهبنا إلى أنه عادل وثقة خير يا طير ما صار شي يعني نتناقش نتباحث نشوف نصل إلى كلمة سواء ومن ثم الخيار للناس لكن المشكلة هي في تعصبكم المشكلة هي في هذه الدودة اللي فيكم إذا واحد يمس لكلمة يمس عمر بكلمة واحدة بحرف واحد يشتعل الواحد منكم كأنه أنبوب غاز انفجر فاضطررنا بعد ذلك أنه نقوم نسد هذا الأنبوب بالنعال أحيانا نقدبكم حتى تعرفون حجمكم وبالفعل عرفتموه الآن بحمد الله اضطررتمونا لذلك من البداية نتكلم معكم بالأدب بالهدوء بالاحترام أنه يابا استمعوا لكلام العقل استمعوا لحكم العقل لحكم الكتاب والسنة كنوا أكثر عقلانية كنوا أكثر هدوءا ناقشوا هذه المسائل لا تلجئونا إلى أن نرد على نباحكم وصياحكم وهيجانكم بالعين الحمراء اضطررتمونا إلى ذلك فتضائلتم عرفتم أحجامكم ولا الآن وينكم سؤال آي بعد كل هذا الهياج والصخاب والنباح وليل ونهار وأمه وأمه لا تحزني ونحن لها وسيوف وقعقعة وجعجعة وما أدري الجهاد والله أكبر وتكبير وتطبيل وتزمير ومهرجانات ومظاهرات وأفعال كثيرة وسن قوانين وما أدري حملة نصرة أمنا عائشة بالله بشنو أنه الروح على الشوارع نسمي شوارع باسمها والمولودات الجديدات يسمينا باسمها وبالملاعب كرة القدم يروح واحد بدلا ما يشجع الفريق يشجع أم عائشة يرفع أنا أحبك عائشة وما أدري يروح يسوي لقلب حب هالشكل تصاميم ويخلي القلب الحب هالشكل على يعني كف ومكتوب فيها عائشة والخبل هم اختار الخبول والله مجاني شو نقول بيكم من هل قد خبول بعد ما نقدر نتذكر مخبالاتكم كثيرة هذا الخبل بالله عليك اللي رايح مصمم هذا ما اختار له كف اللي أجلكم الله الاصبع الوسطاني تقريبا يبين هالشكل الاصبع الوسطاني هو اللي متحرك يعني هذا يعطي أي دلالة لأمكم عائشة مثلا غير خبل أنت تنتبه أنه أي صورة أخبت أشياء أحول ولا أخبت وهذا روح شوف هذا اللي يصمموه وطبعوه خلوه على السيارات وخلوه مجنو اللي هذا قلب حبه مسوي وكاتب داخل عائشة وهم خليها على راحة يد نزينا على اليد شوف انت شنو اللي بيه صلى على محمد وعالي محمد وعالي محمد وعجل فرجهم والعاد نعدهم فبعد هذا كله الآن بعد كلها الحركات هذه إلى أين أوصلتكم؟ هل أوقفت قطار التشيع والرفض؟ لا ليل نهار أفواج أفواج منكم من أبنائكم من طبقة العلماء من طبقة المثقفين من كل الطبقات والفئات تأتي وتعلن تشيعها وتشهره بحمد الله تعالى المسيرتنا توقفت له نمت وتوسعت وكبرت إلى أن وصلت إلى مصاف العالمية سبقناكم بألف سنة ضوئية ألف سنة ضوئية سبقناكم بحمد الله تعالى وفضله وفضل رسوله صلى الله عليه وآله يعني إذا كانت سابقا معاركنا محلية إنجاز التعبير نحن الذين نريد إسقاط رموز الجاهلية الثانية كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه الآن صارت المعركة عالمية وأنتم ما عاد لكم وجود في هذا المعترك العالمي نقلنا الآن هذه المعركة إلى العالمية بهذا الفيلم العالمي سيدة الجنة صارت المعركة عالمية الآن أنا لكم وين تقدرون بعد الجارون الآن خلاص سجل الآن بالتاريخ النولي أول مرة المشاهد الغربي المشاهد الشرقي في شرق الأرض وغربها أول صورة وانطباع سيتكون في ذهنه عن هذه الشخصيات هو انطباع سيء خلاص انتهت الخضية هذا الذي يشاهد هذا الفيلم أصلا شاهد التريلر هم قالوا قالوا كرهناهم هؤلاء منو هذا العمر أبو بكر قنفوذ هذول اللي طلعوا بالتريلر أبو عبيدة هم كان واقف هناك هذا إذا شفتوه هذا اللي كان مع ذول الثلاثة هذول هذول الثلاثة الملاعين رؤوس الأفعى أبو بكر عمر أبو عبيدة هذا اللي أبيضاني شوية خلاص انتهى الموضوع من الآن فصاعدا كل الدنيا تعرف الزهراء عليها السلام وأباها وبعلها وبنيها الطاهرين عليهم السلام وتتعاطف معهم وفي المقابل تنفر من هذه الشخصيات الإجرامية التي بان سوءها وقبحها في هذا الفيلم المعتمد على مصادر الفريقين لا مصادرنا فقط يعني ما يقدرون حتى هذا يردوه تبعنا سلوبا يعني ذكيا إن شاء الله في هذا الفيلم بحيث أنه إذا أرادوا أن يعني ينبحوا من جديد ويقولوا لا هذا المشهد كذا هذا المشهد كذا نقولوا تفضلوا ها هذه مصادركم تقول أنه هذه وقاع قد جرت تتفق تختلف المهم وقاع قد جرت أن تفسر كما تشاء حتى هذا الفيلم يعني لأنه ذو طراز غربي ما يشعر الذي يشاهده بأنه هناك نية تبشيعية فيه وإنما هو فيلم سردي ينقل الواقع كما هو الحوادث كما هي ويترك الاستنتاج والانطباع للمشاهد أنت تستنتج بنفسك فطرتك هي التي ستقودك إلى كره هؤلاء فلذلك أقول عليكم بالفعل أن تتراجعوا عن هذا الصخب وعن هذا التهييج وعن هذه الإثارات السخيفة التي تريدون بها إبعاد الأمة عن أهل البيت عليهم السلام واعتناق عقيدتهم لستم بهذه الطريقة يمكنكم أن ترمموا مذهبكم الآي للسقوط بهذه الطريقة لن تنجحوا وكلما بالغتم أكثر ولجأتم إلى أسلوب التحريض أو العنف أو الجعجعة والصخب كلما ارتد ذلك عليكم سوءا وخسرانا هذا هو الآن حالتكم حالة هذا المذهب المريض شلون كانت دولة الرجل المريض يسمونها الدولة العثمانية دولة الرجل المريض مفككة الأوصال ضعيفة تسقط فسقطت وسقطت خلافتها معها ماكو بعد الآن عثمانيين الخلافة أصلا انقضت انتهت خلص ووقعتم بالمناسبة في إشكال شرعي كبير من يراجع تلك الحقبة ويقرأ التاريخ يعلم أن فقهاءهم وقعوا في حي صبيص علماؤهم وقعوا في حيرة وأنه كيف تنقضي الخلافة من الدنيا الآن لا يوجد خليفة لرسول الله عندهم مالت عليكم من اليوم لو نقولكم هذه الخلافة كلها باطلة الخليفة الشرعي موجود وهو الحجة بن الحسن المهدي عليه السلام الآن الواقع المحسوس كشف لكم عن أنه أينا أصدقوا مقالة أنتم كنتم تظنون بحسب أدلتكم أن الخلافة لن تنقضي من الدنيا لذلك لما فجأة صدمتم بالواقع أن الخلافة انتهت بقرار من كمال أتاتورك مصطفى كمال أتاتورك خلاص أعدم الخلافة قرار حكومي صرتم لا تعرفون ما دينكم ما مذهبكم بيعتكم لمن من إمام زمانكم ما عرفتم إلى اليوم ما عارفين من خليفتكم من إمامكم من أمير المؤمنين عندكم من الخليفة عندكم أما الشيعة الأبرار فعلى خط واحد منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا كل شيعة في كل حقبة يعرفون إمامهم وخليفتهم وإلى اليوم هم نعرف إمامنا وخليفتنا صلوات الله عليه وعجل الله وفرجه